عداد الموت للمعتقلين السياسيين في تصاعد ومستمر بداية من 4 يناير حتى وقتنا هذا النهاردة بنفاجأ باسم جديد وتم دفن هذا الشهيد الجديد الحج الشيخ يوسف جنيدي من إتيال برود استشهد بعد اعتقاله بأيام يعني واعتقل 29 سبتمبر بنتحدث في ايه اقل من 20 يوم هذا الرجل المحترم هذا الرجل الهيبة زي ما بيقولوا 66 عام موظف الوحدة المحلية قارة الضهرية إتيال برود بحيرة اعتقل 29 سبتمبر وتهمته ان تنضمام لي جماعة محظورة وجماعة اخوان المسلمين وتم يعني منع العلاج عنه الرجل في الاخر كان صاحب مرض تم اعتقل 15 يوم لما اتعرض لي عن نيابة يوم 30 وودوه سجن الأبعدية ومقدورك بسجن الأبعدية في الضمنهور سجن السجون السيئة وسيئة السبعة في مصر وبعد 20 يوم بنسمع النهاردة انه تم دفنه عاقصات الظهر 68 شايفيه حرككم وكلهم بنتكلم بس في المتوقنين السياسيين 68 طيب النيابة الموقرة عتطلع بيان والناس تزعل كده وبتاعه ويقول لنا بقى اللي حصل ازاي والملبسات ايه وهو ليه اصلا يعني مات وليه اصلا اعتقل هنسمع هنشوف بيان من النيابة العامة المسؤولة عن السجون بس هو زي ما الوقت قال دوقتي اللي هو تائب قال انا مش عويس الراوي ما هو عويس الراوي ما تلاعش بيان ولا الاربعة اللي كانوا محكموا عنهم بالاعدام في العقرة بتلعلهم بيان النيابة بتنقي بتنقي رز طيب نرجع ونخش في موضوع اصبح او هيصبح كارثة كبيرة جدا وهو موضوع وزارة العدل اللي مسكها عمر مروان بتطلق نظام تجديد الحبس الالكتروني بين محكمة القاهرة الجديدة والسجون وعرقصها السجن او قطاع قطاع تورة كله وزاي ما الناس حركوا عارفين ان الناس داي مثلا المجدين في سجن العقرب كانوا بينتظروا التجديد ده عشان نشوفوا الشمس عشان يطلع بره زنزانة مفيش حركة تريد ولا ترقة ولا تريد شمس مفيش فهو بينتظر الخمسة واربعين يوم او ربنا كرمه خمساشر يوم عشان يخرج بس كده ايه يطلع بره السجن يطلع بره السجن ويشوف الشمس ان شاء الله حتى من العربية لغاية تسلم الحجز في المحكمة بس يشوف الشمس يبص من النافذة اللي كلها سلكة على شوارع القاهرة اهو يحس ان هو بني ادم يخرج من القبر ساعات يحس ان هو بني ادم لا دي لأ دي حضرتك النهاردة عن مشيها عن مشيها الاكتروني طب عن مشيها الاكتروني ازاي وفيه نقطة فنية مهمة جدا هو المفروض النهاردة المتهم ده اللي هو بريء وبيستكمل تحقيق بتاعه في حضرة النيابة النهاردة انت في النيابة او متخش عند وكيه النيابة انت في حرز النيابة في حرز سلطة جديدة او سلطة مستقلة اسمها سلطة القضائية بعيدة عن توجل وتوحش السلطة التنفيذية المتبثلة في الداخلية انت بقى تبقى موجود في السجن ومعمول بيوسيلة الالكترونية بيقولك بنظام الالكتروني يعجدده بنظام الالكتروني النظام الالكتروني ده ممكن يكون فيديو كونفرنس ممكن يكون برنامج سكايب او اي برنامج مرئي للاتصال وانت حضرتك فين وانت في السجن اللي السجن اللي مين ميديره باصلحة السجون اللي تبقى عالمين وزارة الداخلية بيقولك هجيبه المحامي حتى لو جابه المحامي وقاعد الباشا هنا زبط المباحث قاعدلك ورا ولا مش ظهر في الكادر وبعد دقايق من انتهاء الفيديو كونفرنس ده او التواصل هتبقى بين ايد الزبانية والجلدين بتوع السجن هتعرف تتكلم هتعرف تشتكي احنا بيعزبوني يا باشا انا عاز احكي القصة بالظبط انا عاز اتكلم في حين ان كنت لو رحت النيابة في مقر النيابة وبابا بتقفل عليك الوقين النيابة قاعد او الريس النيابة قاعد والكاتب قاعد وانت قاعد ومعاك المحامي او مفيش محامي عطفات وتتكلم ده على فرضية ان النيابة محتارة ما يعني من زي ما كشفنا قبل كده في حلقة سابقة بيصربوا اعترافات المتهمين لنيابة امن الدولة او الامن الوطني معايا حضراتكم فكده يبقى النظام ايه ما احنا شفنا يا جماعة لما عمر اديب جاب زبيدة وجوزها وبنتها في الجهة الامنية بنت قالت ايه وكلام مختلف تماما في حين بنشوف الاعترافات كلها قدام حضراتكم اللي بتطلع من الداخلية وفي مقار الداخلية وتطلع على التلفزيون انا فلاني فلاني انا بني ستين في سبعين انا مجرم انا قاتل انا مش عارف ايه واسمي كودي كذا وعملته 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 ما هو البشا حاولين منه بالقالي وحطله مثلا اوتوكيوة وحطله شاشة مكتوبة يتقال له في مصر بس في جمهورة الموزن العسكرية بس ان الواحد يقعد يعترف على الهوى ويطلع نفسه ان هو يستحق المشنقة والزيادة فانت بتعمل حضرتك نظام حبس الالكتروني طب ليه عملته تجديد الحبس الالكتروني ليه ما قلتش تجديد الافراج الالكتروني او الافراج الالكتروني او تجديد الحبس والافراج الالكتروني ليه خلطها حبسي بس مش دي حاجة عجيبة تطلق نظام تجديد الافراج او منح الافراج او قرار الافراج وتجديد الحبس مشان تبقى لغوية صح وقالونية صح ومحكمة بيبقى المنح الافراج وتجديد Wooki لكني حبس كله الالكتروني حاجة صراحة يعني مأساة في ظل طبعا غياب النيابة العامة الموقرة مشافة على السجون ما زال الإجرام بيتوالى ويتواطر لنا الرسائل من سجن استقبال